الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين من هنا نبدأ مصاحبة الصالحين إذا أردت أن تبدأ في طريق الله فتجنب الفاسدين وصاحب الصالحين لماذا؟ لأن الصالحين يأخذون بيدك إلى الله إذا رأوك على خير أعانوك وإذا رأوك على شر حذروك ولذلك روى التلمذية وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي قال العلماء لا تصاحب إلا مؤمناً لأنه يعينك على الخير ولا يأكل طعامك إلا تقي لماذا؟ قالوا لأن التقي إذا قدمت له كثيراً شكر وإذا قدمت له قليلاً ستر أما غير التقي إذا قدمت له كثيراً حسد وإذا قدمت له قليلاً فضح لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي إذا أردت أن تقيم الليل صاحب القائمين إذا أردت أن تتلو القرآن صاحب التالين إذا أردت أن تكون صادقاً صاحب الصادقين إذا أردت أن تكون مخلصاً صاحب المخلصين إذا أردت أن تغض بصرك صاحب الغاضين إذا أردت أن تحفظ لسانك صاحب الحافظين لألسنتهم مصاحبة الصالحين ولذلك روى التلمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أي الرجل على طريقة صاحبه فلينظر أحدكم من يخالل أي فليختر أحدكم من يصاحب ولكن كن كالجوهرة بين أصدقائك لا تجعلهم يؤثرون فيك بالشر أثر فيهم بالخير صاحب الصالحين وتأثر منهم بأخلاقهم الطيبة أما إذا كان من أصحابك رجل يفعل خطأا فقومه وصحح له بالحكمة والموعظة الحسنة واعلم أن الصاحب كبائع المسك أو نافخ الكير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بائع المسك إما أن تشم منه رائحة طيبة أو أن يعطيك أو أن تشتري منه إذن ستخلد من عنده برائحة طيبة نافخ الكير الحدات إما أن يحرق ثيابك أو أن يأتي الدخان عليك فتمشي من عنده برائحة الدخان فإذا جلست مع أصحابك قالوا هيا نقرأ قراءة قرأت معهم شيئا فرجعت بحسنات هيا نذكر الله خرجت بحسنات ذكروك بالله ذكرتهم بالله خرجت بحسنات أما غيرهم اغتاب الناس فسمعت الغيبة خرجت بسيئات تخير أصحابك صاحب الصالحين وإذا وجدت صاحبا صالحا فعض عليه بالنواجذ من هو الصاحب الصالح الذي يحافظ على الفجر الذي يقيم الليل صادق الحديث برب والديه وصولا لرحمه غضا لبصره مراقبا لربه تعلم منه ذلك إن مصاحبة الصالحين زاد يعينك في طريقك إلى الله إن كنت صادقا في الوصول إلى الله جل وعلا اعلم أن الصاحب نعمة من الله فادع الله ادع الله أن يرزقك أصحابا صالحين وأصدقاء طيبين يأخذون بيدك إلى الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أي هو الانكسار والذل بين يد الله جل وعلا والله يحب من عبده أن يدعوه وأن يتضرع إليه أسأل الله أن يرزقنا وإياكم أصدقاء صالحين يأخذون بأيدينا إلى الله تبارك وتعالى وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر